في أقل من شهر حصدت صفحة الصحافية الإيرانية المقيمة في بريطانيا ماسيا علي نجاد على فيسبوك نحو 500 ألف أعجاب الصفحة وعنوانها لحظات حرية مصروقة تتيح نشر صور لإيرانيات من دون حجاب وتدل على الحاجة الكبيرة لدى نساء إيران إلى التعبير عن حريتهم ولكن كما كان السجن مصير الشبان الذين تجرأوا وغنوا فرحهم في أغنية هابي قبل أن يخرج بكفالة مادية ويبقى المخرج رهن الاعتقال كان الضغط والتهديد مصير من تجرأن على اختراق قانون البلاد الذي يفرض الحجاب على النساء هكذا يجري تدول رسائل نصية لصور فتاة مقتصبة ومشوهة مرفقة بتهديد بأن هذا سيكون مصير كل من تتجرأ على خلع الحجاب ثمت أصوات إيرانية رسمية خرجت للتقليل من أهمية تهديدات مماثلة باعتبارها حالات شاذة والرئيس حسن روحاني غرد مدافعا عن حق الشباب في الحرية والتساهل في المقابل قال البعض إنما يحصل مؤامرة لتفتيت المجتمع الإيراني لا سيما أن صورا أخرى تنتشر من فترة إلى أخرى عن الوجه الآخر لنساء إيران الوجه الذي لا يسمح بإظهاره منذ قيام الثورة على هذه الصفحة كذبت إحداهن إنني أيضا أحب أن أشعر بضوء الشمس والهواء وهما يداعبان شعري فهل هذه خطيئة كبيرة؟ المشكلة لدى هؤلاء ليست في الحجاب وإنما في عدم وجود خيار آخر المشكلة ليست في المعتقد الديني في نظرهن وإنما في إفراغه من مضمونه على أساس القوة للقناعة ترجمة نانسي قنقر